الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الفصل الأول من الباب الثالث من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي ونتحدث في هذا الفصل على أدة مقاطع المقطع الأول وأنوان هذا الفصل عموما نظرية الإمامة الأسمى والناص والسلالة العلوية الحسينية التنظير لهذه النظرية من قبل الشيخ المفيد لو كان الشيخ المفيد قد ولد في القرن الثاني الهجري غدا تولادة نظرية الإمامة وقام بالدفاع عنها وتحمس لها لكنا قد عذرناه قليلا ولو كان ينتمي للفرح الإسماعيلي الذي يؤمن باستمرار الإمامة إلى يوم القيامة لكنا قد عذرناه أيضا ولكن أن يولد في أواسط القرن الرابع الهجري ويؤمن بالنظرية الاثنى عشرية التي انقطعت فعليا قبل مئة عام ووصلت إلى الطريق المسدود وانحسرت عن المشهد السياسي فإن ذلك لم يكن متوقعا من متكلم بارع وذكي جدا مثل الشيخ المفيد الذي كان يفترض به أن يتوقف ليدرس مقدمات النظرية الإمامية المثالية الخيالية الأسطورية وينظر لنتيجتها المدمرة التي أخرجت الشيعة الاثنى عشرية من التاريخ كيف بدأت الحكاية ابتدأ الاتجاه الإمامي من فرضية مثالية حول المؤهلات العالية المطلوبة التي يجب توفرها في الحكام أموم الحكام وليس الأعمى الاثنى عشر وافتراض أن الأئمة القائمين مقام النبي مقام الأنبياء صلى الله عليه وسلم في تنفيذ الأحكام كما يقول هو وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كأسمة الأنبياء وأنهم لا يجوز منهم صغيرة وأنه لا يجوز منهم سهو في شيء من الدين ولا ينسون شيئا من الأحكام كما يقول الشيخ المفيد هذه النظرية مثالية يعني خيالية أسطورية في الحقيقة عامة يقول أموما الأئمة القائمين مقام الأنبياء بعدها لم يتحدثوا عن الأئمة الاثنى عشر إلا أن المفيد يعتمد نظريات سياسية مثالية ويدعي الإجماعة عليها مثل مقولة الإمام لا يحتاج إلى إمام يعني الحاكم ما يصير واحد يوجهه أو يرشده أو ينصحه أو يقول له شيء معين مقولة يعني مثالية وغير واقعية وينطلق من عنده لبناء النظرية بعد ذلك ويدعي الإجماعة لهذه المقولة ولا يوجد هكذا إجماعة إجماعة وين ولكن يقول هذه مجمع عليها حتى يعني يؤلف هذه النظرية يدعي الإجماعة على هذه النظرية مثل مقولة الإمام لا يحتاج إلى إمام بما يعني الرئاسة المطلقة والعلم المطلق والحكم المطلق ويعرف الإمامة بأنها التقدم فيما يقتضي طاعة صاحبه والاقتداء به فيما تقدم فيه على البيان هو رأس كل شيء يعني فما يصير واحد بعد يعني هو يسأل واحد أو يستشير أحد أو كذا وهذه في الحقيقة فرضية مثالية لم يتحدث عنها القرآن الكريم الذي لم يتحدث مطلقا عن النظام السياسي أو شروط الحاكم الذي ينفذ الأحكام ويقيم الحدود وضرورة تمتعه بصفة الأسمة فضلا عن الحديث عن احتلاله مقام الأنبياء واتسامه بصفة دينية القرآن لم يتحدث عن ذلك وهذه النظرية كما ترون تبنى بعيدا عن القرآن بمقولات مثالية خيالية وقد قال الإماميون بشرط الأسمة في الإمام أي الحاكم بصورة عامة أي حاكم يعني يجب أن يكون معصوم إذا لم يكون معصوم ما يصير حاكم قالوا بهذا الشرط تجنبا للوقوع في أزمة طاعة الحاكم الفاسق الذي يأمر بمعصية بمعصية الله بناء على تفسيرهم لآية الطاعة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم تفسيرا مطلقا أنه هذه الطاعة هنا طاعة مطلقة بالرغم من أن الآية تأمر بطاعة أولي الأمر طاعة نسبية حيث تقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل وهو ما يدل على إمكانية فسق أو ظلم أو انحراف الحكام وعدم طاعتهم في المعصية والعودة إلى القرآن والرسول في حالات الاختلاف بين المؤمنين وأولي الأمر هذا أول انحراف في الحقيقة في نظرية الإمامة هنا تفسير آية الطاعة وتأويلها تأويل مطلقا وأضاف الإماميون مقولة أخرى وهي ضرورة وجود الحجة الإلهية دائما في الأرض فقال المفيد اتفق أهل الإمامة على أنه لا بد في كل زمان من إمام موجود يحتج الله عز وجل به على عباده المكلفين ويكون بوجوده تمام المصلحة في الدين وقال اتفقت الإمامية على أن إمام الدين لا يكون إلا مقصوما من الخلاف لله تعالى عالما بجميع علوم الدين كاملا في الفضل بائنا من الكل بالفضل عليهم بالأعمال التي يستحق بها النعيم المقيم وهذه فكرة مثالية افتراضية نقلها المفيد دون أن يدعمها بأي سند قرآني أو نبوي أو عقلي متين فقط اتفقت الإمامية هكذا ثم ماذا يعني يعني في الحقيقة لم يستحمل فكرة كثيرا قلد في هذه النقطة وبعد أن افترض الإماميون هذه الشروط المثالية للإمام الحاكم يعني بصورة عامة وقعوا في أزمة مستعصية وهي كيفية التعرف على هذا الإمام المثالي المعصوم فاضطروا إلى إلغاء دور الأمة في انتخاب الإمام وهذه أكبر خطيئة وأكبر خطأ اكترفه الإماميون والتنكر لمبدأ الشورى واختراع وسائل افتراضية كالنص عليه من الله أيضا فالفرضية هذه أنه هذا الحاكم اللي ما أحد ما يعرفه المعصوم إذن الله يجب أن يعينه كيف يعينه الله بالنص أين النص هذه أيضا فرضية إما من النبي قالوا أو الإمام السابق أو الوصية أو المعجز لأنه ما أحده بنصوص فقالوا إما بالوصية العادية أو يأتي بمعجزة حتى نعرف أنه هذا إمام معصوم ولا كيف نعرف الإمام المعصومين وهذه أيضا إدعاءات باطلة وفرضيات وهمية وهي أيضا هذه الناس والوصية والمعجز وهي أيضا وسائل مثالية وهمية يصعب الحصول عليها دائما ولكن الشيخ المفيد تبناها من دون أن يقدم أي دليل قرآني أو نبوي أو عقلي فقال اتفقت الإمامية على أن الإمامة لا تثبت مع عدم معجز لصاحبها إلا بالنص على عينه والتوقيف لا هذا موجود ولا ذاك موجود لا النص موجود ولا المعاجز موجودة فكيف نعرف الإمام وتسائل المفيد من أين صار النص أولى من الاختيار ثم أجاب أنه كذلك لأن من شروط الإمام أنه الأفضل عند الله والأعلم الأشجع الأصلح وذلك مما لا يعلم المستحق له على التعين بالعقل ولا بالحلس يعني أحد منه يستطيع أن يتعرف على هذا الإمام بعقله أو بظنه وبحلسه فثبت أنه لا طريقة إليه إلا بالنص من العالم بالسرائر يعني من الله تعالى والتوقيف والتوقيف منه عليه على هذا الإمام وأيضا فإن الإمام يجب أن يكون معصوما كأسمة النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم ولا طريقة إلى الألم بالأسمة إلا من جهة النص من صادق عن الله أو ألم معجز خارق للعادات وأيضا فإن الاختيار طريقة هو السمع دون العقول وليس في الشرعي فرض الاختيار ولا إباحته يعني إحنا منعرفنا الشورى صحيحة أو واجبة أو ممكنة مثلا في اختيار الإمام يقول أنه الطريق إلى الاختيار السمع دون الأقول بينما العقل هو الذي يقول بالاختيار وليس حتى لو ما في سمع يعني وليس في الشرعي فرض الاختيار ولا إباحته كما يقول الشيخ المفيد فما فيه بالشرع يقول نروحوا اختاروا أو مباح لكم الاختيار فبطلة الدعوة له في الإمامة فإذن الاختيار سقط وفي بطلانها ثبوت النص والتوقيف هو هذا أيضا غير موجود يعني هو أبطل الشورى حتى يثبت الناس ولم يستطع إثبات وجود الناس على أحد وقد وقع الشيخ المفيد هنا في مغالطة أو شبهة وألقى الكلام على أواهنه من حيث افترض أن الإمامة مسألة دينية وتحتاج إلى السمع يعني النص الديني يقصد دون العقل مع أن أمر الإمامة في الحقيقة مما لم يتحدث عنه الإسلام لا القرآن ولا السنة وأوكله إلى العقل الإنساني وأن العقل يقول بضرورة اختيار الإمام عن طريق الشورى والاختيار لعدم وجود النص أساسا وقبل أن ينتقل المفيد إلى تطبيق نظرية الإمامة على أئمة أهل البيت يعترف بصعوبة هذه المقدمة فيقول الكلام في أعيان الأئمة فرع على أصول في صفاتهم الواجبة هذه الصفات المثالية الواجبة لهم بصحيح الاعتبار بالنظر والفكر يقصد فمتى لم تستكر هذه الأصول لم يمكن القول في فروعها من التعيين أول شيء نثبت الصفات المثالية بعدين نطبقها على أحد وهذا صعب إذا لم نستطع أن نطبقها أن نؤصل الصفات المثالية فمن ذلك هذه المقدمات نظرية الإمامة التي يسميها عقلية اعتبارية وهي محل جدل ومحل الكلام فمن ذلك وجوب وجود إمام في كل زمان هذه مسألة عقلية يعني الأرض في كل المجتمعات ما يمكن تخلو من حكام دائما هناك حاكم يحكم ولا تصبح فوضى ومنها بصورة عامة إمام يعني حاكم ومنها أن الإمامة معصوم من العصيان مأمون عليه السهب والنسيان هذا أول الكلام ومنها أنه يجب أن يكون عالما بجميع ما يحتاج إليه الأمة في الأحكام وإلا لحقه العجز فيها وحتاج إلى مسدد إلا هو إمام إذا وحد يجي يفهم أو يعلم صار هو يحتاج إلى إمام خليه يحتاج إمام شي يصير يعني ومنها وجوب فضله على كافة رعيته في الدين عند الله طبعا شو عرفنا بهذا الشيء كيف نعرف هذا الشيء هذه أصول وإذا ثبتت هذه الأصول وجب إبانة الإمام من رعيته بالنص على عينه كيف نعرفه لازم النص يعرفنا بهالصفات المثالية التي يجب أن تتوفر في هذا الحاكم أو الإمام والألم المعجز الخارق للعادات بالنص والألم المعجز الخارق للعادات إذ لا طريقة إلى المعرفة بمن يجتمع له هذه الصفات إلا بنص صادق عن الله تعالى يعني النبي مثلا أو إمام سابق أو المعجز هو مسبقا يعني يحضر الساحة أنه إذا ما في نص لازم عنده معجز وإذا وجب النص على أعيان الأئمة ولم نجد ذلك في أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة والبيان إلا في أمير المؤمنين والحسن والحسين والأئمة من ولديه ثبت أنهم الأئمة بشاهد العقل وإيجابه لصحة الأصول المقررة على ما قدمناه وهذا يعني أن نظرية الإمامة ستنهار نظرية الإمامة العامة بهذه الشروط المثالية ستنهار إذا لم نستطع إثبات تلك الأصول التي كانت محل جدل كبير بين الإمامية والمعتزلة وعامة المسلمين وفيما بينهم وبين الشيعة الزيدية التي كانوا يرفضوها الصفات المثالية وحتى فيما بين الإمامية أنفسهم أو بين التيار العام والشذاذ منهم كما يصفهم المفيد يقول حتى بين الإمامية أنفسهم هناك من يرفض هذه الأصول نكتفي بهذا القدر لنتحدث في المقطع الثاني عن الأنبياء هل كانوا معصومين حتى نقول أن الأئمة يجب أن يكونوا معصومين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر